معي عبر الأقمار صناعية من بغداد دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور حسين إذن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس نهاية داعش التي سماها الدويلة الباطلة عسكريا كيف تصفون هذه المرحلة التي وصلت إليها معارك الموصل؟ حاسم تام؟ نعم أكيد عسكريا الآن هناك تقدم بنسبة 65% تقريبا أو قد يزداد طبعا خلال الساعات المقبلة ويصل 70 أو 75% وهناك محاور ثلاثة المحور الأول يتقدمهم طبعا جهاز مكافحة الإرهاب عبر الرتل الشمالي ومنطقة عبد خوب قد حررت وكذلك الرتل الجنوبي قد حرر سوق الشعارين كما ذكر مراء السلكوم ومنطقة النبي جرجيس هذه منطقة حيوية وستراتيجية وبالتالي نحن ننتقل في الربع الأخير من المعارك وكذلك في المنطقة التي قد تكون مقاربة للنهر بواقع 527 متر نحن نقترب الآن من النهر وبالتالي المعارك الآن الأخرى التي تقودها قوات الشرطة الاتحادية قد تكون في شارع النجفي بعد أن أكملوا المحور الجنوب من السرج خانة وكذلك بالمقابل الفرقة 16 التي تتقدم على منطقة الشهوان وغيرها من المناطق الاستراتيجية التي حصلت عليها خلال الساعات الماضية أضاف إلى اكتمال محاور حي الشفاء وهو بالتالي معناه أنه لم يبقى إلا وقت أو ساعات قد تكون أكثر من 48 ساعة لكنه بالمقابل تبقى بيد القادة العام للقوات المسلحة تقديرات الموقف مع أنه دائما عسكريا تقولون بأنه لا يحبذ وليس هناك ما بيعلن كوقت تحديد معركة أكيد طبعا أنه لا يمكن تحديد المعركة كتوقيز زمني لأنه أي استشراف الآن تظهر هناك متغيرات جديدة هناك الآن تغيير دوما في الخطة الاستراتيجية في الطرق الآمنة للمدنيين والمدنيين حقيقة ما يهم قوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحاتية أو الجيش العراقي ولاحظنا في التقرير كيفية الإجلاء المدنيين وكذلك الحصول على العقد الاستراتيجية والعقد الجغرافية المهمة كجامع النوري الذي حقيقة أعلن كيان داعش الإرهابي منذ تفجيره بتغيير استراتيجيتي واتباع الأرض المحروقة وبالتالي هو سيحاول استخدام الأساليب القذرة التي تهدد المدنيين حقيقة ونحن ترى القوات العراقية حقيقة وفق منطلق القادة العام للقوات المسلحة أن الإنسان قبل الأرض وبالتالي الإنسان حقيقة عزيز لا يعوض لكن الأرض مبانيها تعوض وبالتالي هكذا استخدم كيان داعش إرهابي الجغرافية الحضرية وكذلك المدنيين كدروع بشرية لمحاولة عرقلة النصر لكن هذا لم ينجح لحد الآن أن يقوم داعش بقرة بخسارته كيف سيضر هذا أو يكون تأثيره في من تبقى من أفراده نتحدث عن 200 إلى 300 فرد تبقى هناك أولا هذه التقديرات كانت قبل تقريبا 48 ساعة الآن تقديرات للمقاتلين الأجانب الذي غالبيتهم طبعا أجانب في المدينة وهنا قليل عراقيين محليين موجودين فيها الآن تقديراتنا قد تؤشر من خلال المعلومات التي نستقيها من السوشيل ميديا من القيادات العسكرية تقريبا 150 أو أدنى من هذا العدد طبعا من مقاتلين بقوا في هذا المكان وبالتالي هم يحاولون أن يتبعوا استراتيجية الأرض المحروقة يعني هم منذ تفجير الجامع النوري حقيقة وهذه اللحظة المحورية التي غيرت حتى زمام المعركة وخطة المعركة وجعلت القيادات العسكرية وقيادات العمليات المشتركة تعيد تنظيم أمورها في إطار الإحداثيات الجديدة التي غيرت كل الطرق التي كانت محسوبة من قبل جهاز مكافة الإرهاب في عملية الانقضاثة على الجامع والسيطرة عليه وبالتالي هو يحاول طبعا أن يعلن الخسارة بتفجيره للجامع وأصبحت جنوده كثيرا الهائجة الفاسدة التي تحمل متفجرات وتحاول أن تفجر ذاتها أو تحاول عرقلة تقدم القوات من خلال سيطرة القناصين المقر المؤقت لداعش مبعد الموصل تلعفر قد يكون تلعفر وقد يكون مركز القيادة الاستراتيجي طبعا دير الزور التي الآن منطقة الميادين إحداثيات التحالف الدولي تشير بين الحين والآخر بصيد قيادات استراتيجية مهمة لكيان داعش الإرهابي وبالتالي القيادة التكتيكية في العراق أتوقع أن قضية تلعفر قد لا يمكن رسم بها صورة القيادة الثابتة وإنما قد تكون قيادة تكتيكية لكن القيادة الاستراتيجية قد تكون أو تبقى في ما يسمى في منطقة ولاية الفرات والقائم وعانى وراوة التي تستعد طبعا القوات العراقية لحملة كبيرة باتجاه هذا المحور طبعا بعد الموصل إضافة لمحور الحويجة التي ظهر اليوم بيان إلى البنتاجون أو التسريبات كذلك من ناطقين رسميين باسم وزارة الدفاع العراقية عبر إحدى القنوات الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي أشار أن الأولويات الاستراتيجية قد تكون لقياة العملية المشتركة والقادة العام هو الجانب الإنساني وبالتالي الحويجة هي الأولى على الاعتبار أن تلعفر الآن في غالبيتها صحيح هناك مواطنين محتجزين من قبل داعش لكن هناك مقاتلين أجانب ومقاتلين من داعش أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا عبر الأقمار صنعيين بغداد دكتور حسين علاوي الخبيل عسكري والستراتيجي شكرا دكتور حسين